هل أنت من محبي لحم الجمل؟ وهل تعلم ما هي فوائده على صحتك؟ وهل فعلاً يقي من أمراض خطيرة؟ كل ذلك وأكثر تشاهدوه في هذا الفيديو بعد فاصل قصير السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة توبتنات يعد لحم الجمل مصدراً مهماً للبروتين الحيوانية كما أن سهولة طهيه ومضغه جعلته من اللحوم التي يفضل استهلاكها فكثير من الدول العربية تفضل لحم الجمل بسبب توفره وسعره ولما يشاع حول امتلاكه فوائد صحية وتختلف مكونات لحم الجمل بحسب نوع السلالة والعمر والجنسة وحالته الصحية ومكان ذبحه فيما يلي نذكر لكم أهم الفوائد الصحية للحم الجمل وهي كالتالي أولاً مصدر غني بالدهون المتعددة غير المشبعة يحتوي لحم الجمل على نسبة عالية من الدهون المتعددة غير المشبعة مقارنة بلحم العجلة وبالتالي فإنه قد يساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية دموية التي قد تحدث عند استهلاك الدهون المشبعة وتجدر الإشارة إلى أن لحم الجمل هو خيار صحي بشكل أكثر من لحوم الحيوانات الأخرى بسبب انخفاض محتواءه من الدهون والكوليسترول ثانياً مصدر جيد للبروتين حيث يحتوي لحم الجمل على نسبة عالية من البروتين تتروح ما بين 17 إلى 23% كما أن لحم الجمل الصغير يحتوي على نسبة البروتين ذاتها المتوفرة في البقرة الصغيرة والضأن والمعز وتجدر الإشارة إلى أن بروتين لحم الجمل قليل بالدهون والكوليسترول مما يجعله خياراً جيداً لمرضى السكرية والذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول وغيرها من الحالات الصحية ثالثاً مصدر جيد للفيتامين يحتوي لحم الجمل على العديد من الفيتامينات المهمة للصحة كفيتامين ألف الذي يساهم في الحفاظ على صحة الجلد والغشاء المخطي كما يحسن الاستجابة المناعية مما يساعد على تقليل خطر الإصابة بالعدوى وتساهم الفيتامينات في تحويل الكربوهيدرات إلى جلوكوز في الجسم حيث أن فيتامينات باء مهمة لتحويل الجلوكوز إلى طاقة في الخلية وتعزيز صحة الجهاز العصبي حيث أن نقص هذه الفيتامينات في الجسم قد تؤدي إلى الشعور بالإجهاد والقلق والاكتئاب رابعاً مصدر جيد للمعادن يحتوي لحم الجمل كغيره من اللحوم الحمراء على نسبة عالية من البوتاسيوم والفوسفور والسوديوم والمغنيسيوم والكاليسيوم حيث أن محتواه من الكاليسيوم أعلى من محتوى لحم العجل كما يحتوي لحم العجل على نسبة أقل من المعادن الشحيحة خامساً مهم لنمو العضلات لحم العجل يعزز من نمو العضلات هذا سبب آخر يجعل الكثير من الرجال يفضلون لحم الجمل حيث تحتوي اللحم على كميات غنية من البروتين وهو عنصر حاسم في نمو العضلات وتعريفها ويعتبر الاستهلاك المنتظم والحكيم للحوم مصدراً ممتازاً للبروتين ويساعدك على بناء نظرة قوية إذا أعجبك الفيديو شاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة على الجميع وندعوكم للإطلاع على الفيديوهات الظاهرة أمامكم ولا تنسوا الاشتراك بقناتنا وتفعيل جرس التنبيهات في أمان الله